حتى هذه اللحظة ما زال الهدوء يخيم في جميع أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف سواء كان في داخل العاصمة أو على المحيط في الحدود طبعا نسمع أصوات الطائرات قريبة تحلق هنا في العاصمة كييف لكننا لا نستطيع أن نعلم يقينا أي الطائرات التي تحلق هل هي طائرات روسية أم طائرات أوكرانية ولكن بشكل عام حتى هذه اللحظة هناك هدوء في جميع أنحاء العاصمة كييف وفي الأطراف تتواصل عمليات الإجلاء من محيط العاصمة كييف من القرى والمدن القريبة خاصة تلك التي شهدت قتال قوي مثل سيفرني فيشغردني رايون وأيضا قستومل ويربين هذه المناطق الآن يتم إجلاء السكان إلى داخل كييف وبعد ذلك من داخل كييف إذا رغبوا في الإجلاء غربا يتجهون عبر الطريق البري إلى الغرب الأوكراني وأيضا عن طريق السكة الحديد سواء كان رغبوا في الاتجاه إلى الحدود الرومانية أو الملضافية أو البولندية يعني وضع هذه الممرات الأمنة طبيعية الآن نستطيع أن نقول ذلك بأنه باعتبر أنه الأمس شهد سقوط بعض القذائف والاشتباكات نعم اليوم لا يوجد ولم ترصد ولم يتم الإعلان عن أي اشتباكات أو أي تبادل لإطلاق النار خاصة في محيط الممرات الأمنية تعمل الممرات الأمنية الآن من المدن الخمسة الأساسية أو الرئيسية التي تشهد حصار مثل سومي، خاركوف، ميكلايف، شرنيغوف، مريوبل وكيف حتى هذه اللحظة تعمل هذه الممرات بشكل طبيعي يخرج الناس طبعا لا بد هنا أن أشير إلى أن عمليات الهجرة هي نفسها ليست كبيرة يعني لا يخرج جميع السكان المتواجدين في هذه المناطق هناك عدد كبير من السكان يعتبرون أن وجودهم في منازلهم واللجوء إلى الملاجئ في حالات القصر أفضل لهم من اللجوء إلى المجهول لأنهم طبعا تتوارد الأخبار عن أوضاع اللاجئين في الحدود وكيف هو الوضع ولذلك الناس أيضا تخاف من الانطلاق إلى المجهول فالكثير من الناس نتحدث إليهم يقولون أن هذا وضع مأساوي والآخر أيضا مأساوي لذلك أنا هنا لدي منزل لدي غطاء من البرد تعلم أن درجة الحرارة في السالب هنا وهذا يقتل يعني كما الرصاص يقتل البرد أيضا يقتل وجوع يقتل فلذلك هناك الكثير من الناس الذين يفضلون البقاء الآن هذه الممرات الأمنية التي تتجه في اتجاه لإجلاء المواطنين هي في الاتجاه الآخر تعمل لإصال المساعدات إلى هذه المناطق خاصة المناطق التي شهدت الإصار قوي وكان هناك نقص في الغذاء والمواد التموينية حذيفة نتمنى أن نرى أيضا الصورة من خلفك والوضع في شوارع كييف إذا تمكن الزميل المصور من أخذ لقاطات نعم إذا تكرمت ودعني أسألك أيضا عن الضحايا أو ربما بالأمس وقبل ذلك نظرا للاشتباكات لم نستطع أن نرى أرقاما هل من أرقام اليوم صدرت على الأقل من الجهات الأوكرانية عن الضحايا والخسائر يعني حتى هذه اللحظة إذا كنا نتحدث عن القوات الحكومية فمن القوات الحكومية هي حتى هذه اللحظة لا تعلن عن حدد القتلى من الجيش الأوكراني أما بخصوص المدنيين أيضا لا يوجد رقم واضح لأن السلطات تقول أن العملية العسكرية في مناطق مختلفة ويصعب جدا الحصر الدقيق ولكن دائما ما يكون حصر وقتي بعد كل عملية هناك حوالي 20 مواطن أوكراني قتلوا في الغارة الجوية في منطقة سومي أو في مدينة سومي وأيضا هناك حوالي 48 مواطن أوكراني قتلوا في منطقة شرنيقف في الغارة أيضا الجوية والاشتباكات في منطقة شرنيقف من إربين حتى هذه اللحظة لا نعلم العدد يقينا ولكن هناك عدد من الذين أصيبوا وهم الآن في المشافي المختلفة داخل العاصمة كييف وخاصة في مستشفى أخمدية وهو مستشفى للأطفال ولكن تم الآن هذا المستشفى يستقبل كل الحالات يستقبل الكبار والصغار في جميع الحالات المصابين وغيره من الإصابات ترجمة نانسي قنقر